اشتركوا في القناة حتى تهدأ تناولت الطالبة المصحف بهدوء وأخذت تتلو آيات الله تعالى بينما لجأت إلى عملي وأنا على اعتقاد أن المشكلة لن تخرج عن حالة اكتئاب وضغط نفسي أو حالة وفاة قريب أو ما شابه من الحالات اليومية التي تطرأ على العمل ولم يخطر ببالي أبدا أن هذه الزهرة الجميلة تحمل همّا يثقل كاهل أستاذ هدأت الطالبة وتقدمت مني بخطوات حزينة جلست أمامي شعرت بأنها تمالكت نفسها وتستعد للحديث ثم بدأت قائلة بداية حكايتي كانت مع بدء إجازة الصيف للعام الدراسي السابق سافرت أمي مع أبي وجدتي للعلاج خارج الدولة وتركتني مع إخوتي الصغار برعاية عمتي وهي نصف أمية أقصد أنها تعلمت القراءة والكتابة ولكنها لا تعي أمور الحياة وفلسفات كنت أشعر بالملل والكآبة فهي المرة الأولى التي أفارق فيها أمي بدأت أتسلى على النت وأتجول في عدة مواقع وأطيل الحوار في غرف الدردشة الشات ولأنني تربيت تربية فاضلة فلم أخشى على نفسي حتى تعرفت يوما على شاب من نفس بلدي يسكن بإمارة أخرى بدأت أطيل الحديث معه بحجة التسلية والقضاء على ساعات الفراغ ثم تحول إلى لقاء يومي وطلب مني أن يحدثني على المسنجر فوافقت حوار يومي ولساعات طويلة حتى الفجر خلال حديثي معه تعرفت على حياته وتعرف هو على حياتي عرفت منه أنه شاب لعوب يحب السفر وقد جرب أنواع الحرام كنا نتناقش في عدة أمور مفيدة في الحياة وبلا باقة استطعت أن أغير مجرى حياته فبدأ بالصلاة والالتزام بعد فترة وجيزة صرحني بحبه لي وخاصة أنه قد تغير وتحسن سلوكه وبقناعة تامة منه بأن حياته السابقة كانت طيشا وانتهى وترددت في البداية ولكنني وبعد تفكير لأيام اكتشفت بأنني متعلقة به وأسعد أوقاتي عند اقتراب موعد اللقاء على المسنجر فطلب مني اللقاء ووفقت على أن يكون مكانا عاما ولدقائق معدودة فقط لي رسولتي وفي يوم اللقاء استطعت أن أفلت من عمتي بحجة أنني سأزور صديقة وأتخلص من الفراغ حتى رأيته وجها لوجه لم أكن أتصور أن يكون بهذه الصورة إنه كما يقال في قصص الخيال فارس الأحلام تركته وعدت إلى منزلي تغمرني السعادة أكاد أن أطير لا تسعني الدنيا بما فيها لدرجة أن معاملتي لإخوتي تغيرت فكنت شعلة من الحنان لجميع أفراد الأسرة هذا ما علمني الحب وبدأنا بأسلوب آخر في الحوار وعدني بأنه يتقدم لخطوبتي فور رجوع أسرتي من السفر ولكنني رفضت وطلبت منه أن يتمهل حتى أنتهي من الدراسة تكررت لقاءاتنا خلال الإجازة ثلاث مرات وكنت في كل مرة أعود محملة بسعادة نسعى الدنيا بمن فيها في هذه الفترة كانت أسرتي قد عادت من رحلة المرض والاكتئاب يسود جو أسرتي لفشل العلاج ومع بداية السنة الدراسية طلب مني لقاء فرفضت لأنني لا أجرؤ على هذا الفعل بوجود أمي ولكن تحت إصراره بأنه يحمل مفاجأة سعيدة لنا وافقت وفي الموعد المحدد تقابلنا وإذا به يفاجئني بدبلة لخطبتي سعدت كثيرا وقد أصر أن يزور أهلي وكنت أنا التي أرفض بحجة الدراسة في نفس اليوم وفي لحظات الضعف استسلمنا للشيطان لحظات كئيبة لا أعرف كيف أزنها ولا أرغب أن أتذكرها وجدت نفسي بحالة مختلفة لست التي تربت على الفضائل والأخلاق ثم أخذ يواسيني ويصر على أن يتقدم للخطوبة وبأسرع وقت أنهيت اللقاء بوعد مني أن أفكر في الموضوع ثم أحدد موعد لقائه بأسرتي رجعت إلى منزلي مكسورة حزينة عشت أياما لا أطيق رؤية أي شخص تأثر مستواي الدراسي كثيرا وقد كان يكلمني كل يوم ليطمئن على صحتي بعد حوالي أسبوعين تأكد بأن الله لن يفضح فعلتي والحمد لله فبدأت أستعيد صحتي وأهدأ تدريجيا واتفقت معه على أن يزور أهلي مع نهاية الشهر ليطلبني للزواج بعد فترة وجيزة تغيب عني ولمدة أسبوع وقد كانت فترة طويلة بالنسبة لعلاقتنا أن يغيب وبدون عذر حاولت أن أحدثه فلم أجده بعد أن طال الانتظار وجدت في بريدي رسالة منه مختصرة وغريبة لم أفهم محتواها فطلبته بواسطة الهاتف لأستوضح الأمر التقيت به بعد ساعة من الاتصال وجدت الحزن العميق في عيني حاولت أن أفهم السبب دون جدوى وفجأة انهار بالبكاء لا أتصور أن أجد رجلا بهذا المنظر فقد كانت أطرافه ترجف من شدة البكاء اعتقدت أن سوءا حل بأحد أفراد أسرته حاولت أن أعرف سبب حزنه لكنه طلب مني العودة استغربت وقلت له بإن الموعد لم يحم بعد ثم طلب مني أن أنساه لم أفهم وبكيت واتهمته بأنه يريد الخلاص مني ولكن فوجئت بأقواله ولن أنسى ما حييت وجهه الحزين وهو يقول إنه اكتشف مرضه بعد أن فات الأوان أي مرض؟ وأي أوان؟ وما معنى هذه الكلمات؟ لقد كان مصابا بمرض الإيدز وقد علم بذلك مؤخرا وبالمصادفة؟ ما زالت ابنتنا في حيرة وحزن وأمام مصير مجهول هل انتقل إليها المرض؟ هل تستطيع أن تواجه أهلها بهذه المصيبة؟ ولكن من المسؤول عن هذه الضحية؟ لقد نشأت في أسرة مستقرة ولكن يبقى أن نقول لكل فتاة احذري وصوني نفسك ولا تصغر الكبائر فكل خطيئة تبدأ صغيرة ولكنها تكبر مع الأيام احسبي ليوم تكونين فيه ضحية مثل فتاتنا الحزينة التي تنتظر المصير المجهول